موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله سبحانه وتعالى محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم هل أنت تخاف من الشاعر طبعا لا لا أخاف من الشاعر لا تكذب على نفسك ولا تكذب علي أن تتخاف من الشاعر صديقي أرسل إلي هدية فتحت الهدية وجدت مع الهدية شعيرات خلاص بدأ الشك يراودني ما هي هذه الشعيرات حتما سحر طبعا صديقي لا أشك فيه ولكن المحتمل أن زوجته جعلت هذا السحر هذه الشعيرات في الهدية شيئا فشيئا الشيك يراود الإنسان أبدأ أشك بصديقي أيضا في الموقف الفلاني نظرته كانت غير طبيعية شيئا فشيئا آخرون أيضا يدخلون في القضية زوجتي أيضا من الممكن أن تكون متآمرة معهم القضية تنتهي إلى هذا التصور لا هذه بداية أبدأ أجد روابط بين هذا السحر من هذه الشعيرات والمشاكل التي أجدها في حياتي الحادث الذي حدث لي كان بسبب هذه الشعيرات في نفس الليلة التي جاءت هذه الهدية إلى دارنا حدث اختلاف كبير بيني وبين زوجتي السبب ماذا؟ هذا السحر هذا الشعرات حدث في جسمي مرض السكر فجأة ما هو سبب السكر عشرات الكيلوات من السكر التي أكلها ليس السبب شعرات شعرات دخلت في بيته هي السبب في مرض السكر ومرض الكوليسترول والضغط سقوط الجدار في بيتنا مرة واحدة الجدار سقط حتما من هذا السحر وهكذا وحلم جره كل هذه المشاكل مرتبطة بكم عدد من الشعر كل هذه المشاكل مرتبطة بوزغ ميت صغير عند باب بيتنا من أين جاء هذا الوزغ الميت؟ حتما سحر وصل الحد وصل الأمر بالإنسان إلى هكذا أمور حقا لا يصدق نخاف من هذه الأشياء لا نخاف من رب الأرباب عز وجل لا نخاف من ذنوبنا التي لو أنزلت على رؤوسنا الصواعق لكنا مستحقين لكنا مستحقين لها من تلك الذنوب الكبيرة لا نخاف بكل ارتياح من دون ذرة خوف نرتكب ذنوبا أبدا القضية سهلة جدا ارتكاب الذنوب هذه لا نخاف من الذنوب نخاف من وزغ نخاف من عظام حشرة معينة صغيرة طير صغير فوق الساطح من أين جاءت هذا العظام قليلا قليلا آخرون أيضا مسحورون أختي أيضا مسحورة أمي أيضا مسحورة عمي أيضا مسحورة والحياة تنقلب رأسا على عقب من ماذا من شعر نخاف من الشعر أم لا نعم نخاف من الشعر من توافح نخاف من توافح من الأشياء المخيفة لا نخاف الأشياء الواقعية لا نخاف من توهمات ونرتب آثارا لا بأس أنت مسحور أمك مسحورة أختك مسحورة ما الحل الحل أن نذهب إلى نفس الدجالين الذين ذهب إليهم صاحبي الذين سحراني أنت تعتبره إنسانا مرتكبا لذنب كبير أنت أيضا ذهبت إلى نفس الطريقة ذهبت إلى هؤلاء الدجالين سقطت في أحضانهم أيضا لا هذا يختلف عن أولئك نعم ذاك أيضا قال هذا يختلف عن أولئك هذا يفهم ذاك أيضا كان يفهم لا هذا عنده أحراز من مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه طلسمات من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أين عرفت أن هذه الأشياء من أمير المؤمنين أنها من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنت تعرف في ضوابط الروايات في ضوابط الروايات المعتبر في أي مصدر من المصادر الموثوق بها هذه الروايات وردت هذه الطلسمات أين وجدها طبعا يقول لك من أمير المؤمنين أنت شيعي لو كان يعيش في مجتمعات نصرانية كان يقول هذه الطلسمات من بول طبعا ولكن يعيش في مجتمع شيعي يقول عن من عن بول لا أحد يقبل منه يقول من أمير المؤمنين بمجرد أن تتكلم عن هذه الموضوعات لا 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 سحر السحر موجود في القرآن الكريم أنت تنكر القرآن الكريم السحر مذكور في القرآن الكريم السحر شيء واقعي موجود في الروايات الشريفة السحر مذكور ولكن ربط القضايا كلها بالسحر هذا من أين فقط السحر موجود في هذا الكون مليارات الأشياء موجودة لماذا لا تربط القضايا بأشياء ثانية لأنه في تلك الليلة التي جاءت هذه الشعيرات صار الخلاف بيني وبين زوجتي في تلك الليلة ألف شيء حدث لماذا لا تربط هذه القضية بتلك الأمور أنت في تلك الليلة أكلت تفاحة لعل القضية مرتبطة بأكل التفاح لماذا لا تربط بين أكل التفاح التفاح شيء غير موجود في هذا الكون موجود السحر موجود نعم التفاح أيضا موجود تربط القضية بالسحر لماذا لا تربط القضية بالتفاح في تلك الليلة سيارة حمراء من الشركة الفلانية أيضا مرت أمام بيتك لماذا لا تقول صاحب الشركة هو الذي أثر فيه بسبب مرور تلك السيارة أظام صغيرة من وزغ هذه أعظم من سيارة اربط القضية بالسيارة بالسيارة الحمراء من الشركة الفلانية في تلك الليلة أخوك ذهب إلى صديقه لعل القضية مرتبطة بهذه ألف شيء حدث في تلك الليلة لا هناك حساسية حساسية مفرطة تجاه ماذا تجاه توافح والذي يريد أن يؤذيك يعرف نقطة ضعفك بالفعل الشخص يريد أن يؤذيك يلقي شيئا حيوانا ميتا أمام بيتك خلاص حياتك أصبحت جحيما القضية سهلة يريد أن يأتي بسيارة حمراء من الشركة الفلانية عشرة علاف عشرين ألف دينار تكلفه أما حجرة صغيرة يلقيها أمام بيتك تدمر حياتك حشرة يوجد أسهل من هذا الشيء مع أكثر الحشرات الميت الرابط بين القضايا هذه من أين جاءت السحر موجود نعم مذكور في القرآن الكريم مذكور في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولكن ما هي حدود السحر تعرف جئ لي بدليل دليل أن القضية مرتبطة بالشيء الفلاني على العين والرأس الأدلة الطبيعية ننساها كليا نبحث عن أدلة ليست أدلة توافح إذن المشكلة أين لماذا مرة واحدة هجمت المشاكل عليه حتماً شيء نعم حتماً شيء ولكن هذا الشيء هذه الشعرات هذا الشيء هذه الخرق المعقودة التي ألقيت في بيتك مجموعة خرق تحدث في حياتك هذا التغير لا هناك أسباب إحدى الأسباب لا أقول هذا السبب الوحيد لا أسباب كثيرة المشاكل لها أسباب كثيرة هجوم المشاكل مرة واحدة هذا الشيء يحدث للإنسان حسب تفسير من التفاسير للآية القرآنية هذا الشيء يحدث لكل إنسان في السنة على الأقل مرة واحدة لكل إنسان فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين تفسير هذه الآية المباركة في تفسير هذه الآية قول من الأقوال أنه المشاكل الإنسان عنده مشاكل دائمة الحياة ليست جنة حياة الدنيا حتماً توجد هناك نواقص ولكن المشاكل الامتحانات في كل سنة مرة أو مرتين تهجم على الإنسان حسب تفسير من التفاسير لهذه الآية المباركة أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين شيء طبيعي طبيعة الدنيا هكذا مرة واحدة الأمور تنقلب شيء طبيعي لها أسباب نعم لها أسباب لا يوجد شيء في الدنيا بدون سبب ما هي أسبابها؟ أسباب كثيرة إحداها بل أهمها فيك المشاكل فيك لا أقول أنت لا تعمل عملاً صحيحاً حتى لو كنت تعمل عملاً صحيحاً مشاكل فيك ظروفك الخاصة وضعك الاجتماعي الخاص يعني ليس بالضرورة أنه يكون مساوأك هي السبب لا الوضع الذي أنت فيه ما يوجد فيك هو السبب ما يوجد فيك يعني ماذا؟ يعني إحداها الذنوب وما أعظم الذنوب في التأثير السلبي على حياة الإنسان في الدنيا غير الآخرة في الدنيا هذا ليس كلاماً لي هذه كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليست في رواية وروايتين في العشرات في المئات من الروايات الشريفة يا أخي في تلك الليلة التي حدثت مشكلة كبيرة بينك وبين زوجتك ابحث عن ذنب ارتكبته لا تبحث عن شعر في تلك الليلة نظرت نظرة محرمة لعل هذه النظرة أقول لعله لعل هذه النظرة هي السبب هذه النظرة من الممكن أن تكون سبباً الشعر ليس من الممكن أن يكون سبباً هذا شيء محتمل في تلك الليلة تجبرت العياذ بالله تكبرت على زوجتك على طفلك الصغير لماذا لا يسمع كلامي مرة تربية مرة لا لأن الطفل عمره سنتان ثلاث سنوات خمس سنوات ما أعطعني وضبت عليه ضربته هذه مشكلتك ظلم طفل أربع سنوات خمس سنوات عمره لا يستحق الضرب مرة قلت للتأديب شيء خفيف جداً إن لم يمكن بالكلام قد يكون جائزاً بعض المتدينين عندما كان يريد أن يؤدب الطفل كان يأخذ ثوبه يلوي ثوب الطفل فقط هكذا الثوب يريد أن يؤدبه يفهمه أن عملك خاطئ يلوي الثوب الثوب فقط لا يضرب الطفل ضربت طفلك لأنه خالفني هذه مشكلتك هذا الذي يسبب مشاكل في حياتك بقية الذنوب العياذ بالله الذنوب يعني كل الناس الذين يبتلون بمشاكل عائلية هؤلاء ارتكبوا ذنوباً لا بعض الأولياء أيضاً يبتلون بمشاكل عائلية الأنبياء أيضاً ابتلوا بزوجاتهم أنبياء معصومون يريد أن أقول هذا من الأسباب هذا السبب على الأقل يحتمل أن يكون هذا هو السبب عالج هذه المشكلة ليست هذه المشكلة يبحث عن نفسك هناك شيء فيك في الشعر المنسوب لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شعر مشهور دواءك فيك وما تشعره وداءك منك ولا تبصر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر دواءك الداء أين منك الدواء أين فيك دواءك فيك وما تشعره وداءك منك بعض الناس ينسى أنه يعيش بين الذئاب أجلكم الله للأسف أقول وتعذروني أن أقول الحياة البشرية هي حياة الغابة عفوا حيوانات أشكال من الحيوانات حيوانات مفترسة الذئاب أشكال بصورة إنسان في شتى أصناف المجتمع هؤلاء موجودون أم لا أحد ينكر وجود هؤلاء في الحكام في العلماء في رجال الدين في الأطباء في الأثرياء في كل أصناف الناس يوجد ذئاب أم لا توجد حيوانات مفترسة أم لا وأنت في هذا الوضع من دون انتباه إلى وجود هؤلاء تمشي تريد أن لا تبتلى بمشاكل طبعا تبتلى الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كلمة رائعة يقول من ذهب وكل كلماتهم رائعة من ذهب حقه على غير بينه لم يؤجر من دون بينه من دون تبين يعني يمشي في هذه الحياة في هذه الغابة من دون التفات يمشي في هذه الغابة يريد أن لا يسقط تسقط حتما إلهي فلان ظلمني أعطني أجرا عظيما أبدا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول حسب هذا الحديث الشريف الكافي الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لم يؤجر حتى أجر لا يحصل عليه لماذا غمضت عينيك في هذا الوضع الإنسان يدخل في غابة يغمض عينيه يأتي حيوان مفترس يأكله معجور هذا الشخص لماذا غمضت عينيك في هذه الحياة تفتح عينيك بعض مشاكلنا لسذاجتنا أختم حديثي بحديث شريف هذا الحديث الشريف مرتبط بالعقيدة ليس مرتبطا بحديثنا ولكن يمكن تطبيقه على حديثنا على العمل على أفعالنا الحديث الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن جده مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في مقطع من الحديث الشريف إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه الله عز وجل يتمكن قادر كان بإمكانه كان يتمكن أن يعرف نفسه للعباد بدون واسطة يتمكن أو لا يتمكن ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يجعل وسائط يعرفون الله عز وجل للناس إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه الله اللهم صلى الله ومدعا 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 فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء كلمة عظيمة جدا وكثير من المؤمنين يسقطون في هذه الكلمة طبعا في بعدها العملي ليس في بعدها العقدي فلا سواء من اعتصم الناس به كل من اعتصم الناس به هؤلاء سواء لا الناس يعتصمون بالخيرين الناس يعتصمون بالعشرار كل من ذهب إليه الناس هذا إنسان عظيم لا 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 كلهم محترمون عندنا أبدا ليس كلهم محترمون عندنا الخير محترم الشر غير محترم لأن الناس يذهبون إليهم لأنهم من مقدسات الناس ليكونوا الناس ذهبوا إلى الأصنام أيضا قدسوا الأصنام فلا سواء من اعتصم الناس به ليس كل من اعتصم الناس به هؤلاء سواء درجة واحدة أبدا ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض الناس ما ذهبوا إلى عيون كدرة إلى مياه متعفنة أجلكم الله ذهبوا ولا يومنا هذا يذهبون حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض روعة في العبارة روعة هذه العيون هذه المياه أجلكم الله أجلكم الله الوسخة المياه غير النظيفة هذه مرتبطة بعضها ببعض مصدرها الشيطان مرة باسم شخص مرة باسم عنوان معين مرة باسم صنم مرة أشكال هذه المياه الكدرة يفرغ بعضها في بعض بعض الناس ذهبوا إلى هذه المياه المتعفنة أجلكم الله وبعض الناس ذهبوا إلى مياه صافية وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية الله صلى على الحفظ وآخر وحمس تلك المياه أجلكم الله المتعفنة مصدرها الشيطان هذه العيون الصافية مصدرها أين وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لا لها ولا انقطاع الحديث الشريف في مجال العقيدة هذا الحديث طبقه في مجال العمل يا أخي لا تقل سحر لا تقل شعوذة لا تقل هذه أشياء لا أنكر وجودها ولكن عندك مشكلة اذهب إلى أهل البيت أهل البيت ماذا قالوا يمشي في طريق أهل البيت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قالوا التوكل على الله قالوا التوسل بأهل البيت قالوا الصدقة قالوا حل المشاكل بالطرق الطبيعية المشاكل لها أسباب طبيعية ابحث عن الأسباب الطبيعية عندك مرض كلسترول لا تقل سحر اذهب إلى طبيب خبير طبعا عندك مشكلة مع زوجتك ابحث عن أخلاقك عن أخلاقها عن صبرك عليها عن صبرها عليك ابحث عن أسباب طبيعية بالإضافة إلى التوكل على الله بالإضافة إلى التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالإضافة إلى ذلك ابحث عن أسباب طبيعية هذا ما أمر به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تشرق وتغرب العين الصافية هنا حتى لا تضيع أما تلقي القضية في خانة الشعوذة في خانة السحر تضيح لأنك لا تعرف حدود القضية تذهب تبقى عشر سنوات تعاني منها عشرين سنة تعاني منها شيئاً فشيئاً القضية تترسخ في ذهنك لا العين الصافية النبع الصافي هذا طبعاً الكلام له بعض الأشباح هذه القضية مرتبطة بشيء بعنوان واحد هذه مصداق من مصادق ذاك العنوان وذاك العنوان له مصادق عديدة أنا لعلي لا أقول سحر ولكن أقع في مصداق آخر من مصادق ذلك العنوان إن وفقنا لعلنا نقف على بعض المصادق الأخرى فقط إشارة إلى بعض المصادق الأخرى في وقت آخر إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا أتباعهم اللهم ارزقنا في الدنيا خدمتهم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتهم إنك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هذه خطوة عظيمة في طريق طويل الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا